اشتركوا في القناة تلقى نور سجدته ينير صدرك والاسرار ترقبه فذلك النور نور الشكر فارتق بالمشكور فهو على العادات يعقبه اعلم ايها الصفي الكريم ان الصادى من عالم الغيب والجبروت مخرجه مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى عدده ستون عندنا وتسعون عند اهل الانوار اذا هو تسعين عند اهل الانوار واما عند اهل الاسرار فهو ستين بسائطه الالف والدال والهمزة واللام والفاء فلكه الاول وسنيه قد ذكرت وهي احد عشر الف سنة يتميز في الخاصة وخاصة الخاصة مرتبته الخامسة له اول الطريق سلطانه في البهائم طبعه الحرارة والرطوبة عنصره الهواء يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة مجهولة له الاعراف خالص كامل مثنى مؤنس له الذات والصفات له من الحروف الالف والدال ومن الاسماء كما تقدم يعني كل اسم يبتدئ بحرف من حروفه او من حروف بسائطه ثم اعلم اني جعلت سر هذا الحرف الذي هو الصاد اليابسة لا ينال الا في النوم لكون ما نلته ولا اعطانيه الحق تعالى الا في المنام فلهذا حكمت عليه بذلك وليست حقيقته ذلك والله يعطيه او يعطيك في النوم واليقظة ولما وقفت عنده بالتقييد يعني بالكتاب عند هذا المكان جعلت بعض الاصحاب يقرأ علي اسرار الحروف لاصلح مختل منها عند التقييد لسرعة القلم فلما وصل بالقراءة الى هذا الحرف قلت لهم ما اتفق لي في النوم فيه يعني في هذا الحرف وان النوم ليس لازما في نيله ولكن هكذا اخذته فوصفت حالي وانفض الجميع فلما كان من الغد من يوم السبت قعدنا على سبيل العادة في المجلس بالمسجد الحرام تجاه الركن اليماني من الكعبة المعظمة وكان يحضر عندنا الشيخ الفقيه المجاور ابو يحيى بكر بن عبد الله الهاشمي التويتمي الطرابلسي رحمه الله فجاء على عادته فلما فرغنا من القراءة قال لي رأيت البارحة في النوم كأني قاعد وانت امامي مستلق على ظهرك تذكر الصاد فانشدتك الصاد حرف شريف والصاد في الصاد اصدق فقلت لي في النوم ما دليلك قلت لانها شكل دور وما من الدور اسبق ثم استيقظت وحكى لي في هذه الرؤية اني فرحت بجوابه فلما اكمل ذكره فرحت بهذه المبشرة التي رآها في حقي وبهيئة الاضجاع وذلك رقاد الانبياء عليهم السلام يعني الاستلقاء على الظهر وهي حالة المستريح الفارغ من شغله والمتأهب لما يرد عليه من اخبار السماء بالمقابلة فاعلم ان الصاد حرف من حروف الصدق والصون والصورة وهو كري الشكل يعني كروي قابل لجميع الاشكال فيه اسرار عجيبة فتعجبت من كشفه في نومه قرت عينه على حالتي التي ذكرتها للاصحاب بالامس في المجلس فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب ذكر هذه الآية لعلاقتها بموسى عليه السلام الذي لما فرغ من الشغل ذهب إلى الظل فاستراحى على هذه الهيئة فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير والله تعالى أعلى وأعلم فحرف يعني الصاد حرف شريف عظيم أقسم عند ذكره بمقام جوامع الكلم وهو المشهد المحمدي في أوج الشرف بلسان التمجيد وتضمنت هذه الصورة من أوصاف الأنبياء عليهم السلام ومن أسرار العالم كله الخفية عجائب وآيات وهذه الرؤية فيها من الأسرار على حسب ما في هذه الصورة من الأسرار فهي تدل على خير كثير جسيم يناله الرأي ومن رؤيت له وكل من شهد فيها من الله تعالى ويحصل لهما من بركات الأنبياء عليهم السلام المذكورين في هذه الصورة ويلحق الأعداء من الكفار وما في هذه الصورة من البؤس لهم لا من المؤمنين نسأل الله لنا ولهم العافية يعني لنا وللمؤمنين العافية في الدنيا والآخرة فهذه بشرى حصلت وأسرار أرسلها الحق إلينا على يد هذا الرأي وذكر لي الرأي صاحبنا وولينا أبو يحيى أنه لما استيقظ تمم علي البيتين الذين أنشدهما في النوم قريضا يعني مثل هذه الأبيات هي أبيات موزونة لكنها بتفعيلات غير كاملة فسألته أن يرسل لي به أو إلي به حتى أقيده في كتاب هذا عقيب هذه الرؤية وفي هذا الحرف فإن ذلك القريض من إمداد هذه الحقيقة الرحانية التي رأاها في النوم فأردت أن لا أفصل بينهما فبعثت معه صاحبنا وأخانا فبعثت معه صاحبنا وأخانا الفتى الصالح المجاور بالحرم أبا عبد الله محمد بن خالص الصدفي التلمساني فجاءني بها وهي هذه القصيدة الصاد حرف شريف والصاد في الصاد أصدق قل ما الدليل أجده في داخل القلب ملصق لأنها شكل دور وما من الدور أسبق ودل هذا بأني على الطريق موفق حققت في الله قصدي والحق يقصد بالحق إن كان في البحر عمق فساحل القلب أعمق إن ضاق قلبك عني فقلب غيرك أضيق دعي العروبة وأقبل من صادق يتصدق ولا تخالف فتشقى فالقلب عندي معلق افتحه واشرحه وافعل فعل الذي قد تحقق إلى متى قاسي القلب وباب قلبك مغلق وفعل غيرك صاف ووجه فعلك أزرق إنا وقفنا فرفقا فالرفق في الرفق أرفق فإن أتيتك سوناك ثوب لطف معتق ولا تكن كجرير إذ ظل يهجل فرزدق والهج بمدحي فمدحي من مشرق الشمس أشرق أنا الوجود بذاتي وللوجود المحقق من غير قيد كعلمي على الحقيقة مطلق فهل ترشات يوما يكيدها فرد بيدق من قال في برأي فقائل الرأي أحمق إن ظل يهذي لوهم رأيته يتشدق وكل من قال قولا فالذكر من ذاك أصدق أنا المهيمن ذو العرش لا أبيد وأخلق بعثت للخلق رسلي وجاء أحمد بالحق فقام في بصدق وحين أرعد أبرق مجاهدا في الأعادي وناصحا ما تفتق فإن أطعتم فإني ألم ما يتفرق لو لم أغثهم بعبدي أغرقت من ليس يغرق إن السماوات والأرض من عذابي تفرق وأجمع الكل في الخلد في حدائق تعبق كل القلوب على ذا وإنني الله أصدق فقمت من حال نومي وراحتايا تصفق يتبع حرف الزاي إذن كانت هذه قراءة في كتاب الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية لسيد الشيخ الأكبر محيددين ابن العربي الحاتمي الطائي الأندلسي ثم الدمشقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكنا نقرأ الجزء الثالث من الباب الثاني في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم وما لها من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم وفي هذا الجزء تحدث الشيخ محيددين عن خواص الحروف حرفا حرفا وذكر ما لها من الأسماء الحسنى وذكر بعض صفاتها ويقول في آخر الباب إنه سيبين الألفاظ المستخدمة في هذا الجزء سيبينها في الجزء الذي بعد هذا وهو الجزء الرابع الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته